موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من الريمونتادة البداية مع المنتخب الوطني اللي بيستعد للمواجهة التانية الودية مع منتخب الجزائر في معسكر أكتوبر اللي هيتلاع في الإمارات المنتخب الوطني هلعب مع جزائر يوم الاثنين الساعة سبعة بالليل عستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية وفي الوقت نفسه اتكلم جمال بالماضي المدير الفن المنتخب الجزائري لقناة النهار الجزائرية وقال إن منتخب مصر هو وصيف آخر نوص خلكاس أمم إفريقيا وصل لتصفيات الأخيرة المؤهل المانديال ومصر أكتر منتخب فاز بأمم إفريقيا وإن المواجهة مش هتكون سهلة وده الاختبار الحقيقي اللي بيدور عليه وضف بالماضي أنه حافظ تشكيلة المنتخب الجزائري ولعيبته كويس خصوصا إنه بقاله خمس سنين ونص مدرب المنتخب وده اللي هيساعده أن يدنجهم بسرعة مع أجواء المنتخب بحاس المصارح ما في الشك مواصق الشهر الأكتوبر هيكون مفيد المنتخب البطني خصوصا مع وود مواجهتين قويتين للمنتخب مع زامبيا وجزائر وده هيساعد بورتغالي روي بيتوريا المدير الفاني للمنتخب في تجهيز المنتخب بشكل جيد قبل بطولة أمم إفريقيا 20-23 ولا تبدأ في يناير الجاي في كود ديفوار أرعة البطولة التي تعملت يوم الخميس اللي فات كانت توقعت مصر في المجموعة التانية مع غانا وكاب داردي وموزنبيك تعالوا نشوف أراء الجماهير في أرعة المنتخب الوطني في أم إفريقيا ونرجع لكم مرة تانية شايف المجموعة سهلة ونقدر نسعد بس لو دوسنا على نفسنا شوية وكل ده سعى نفسه أكتر نقدر نسعد المجموعة سهلة أصلا كده كده أنا شايف أن مجموعة إن شاء الله مصر تسعد منها هي أوغانة أكيد إن شاء الله برضو عنين على البطولة هي أوغانة قد تبدو فيها سهولة إنما هي صعبة وصعبة جدا لأن أبداً غانا فريق عريق الرأس الأخضر فريق صاعد وصاعد بقوة وعنده محترفين الموزنبيك برضو فريق يعني الفرق الأفريقية طبعاً بتمتاز بالسرعة واحنا يعني السرعة دي عندنا يمكن ما عندنا السرعة في نائل اللعب بسرعة إنما عندنا طبعاً مهارات وعندنا خبرات وكلام منها هي بصلاحة مجموعة سهلة وإن شاء الله منها ممكن نسعد يعني مثلاً فرقة زي سوأس الأخضر وغانا يعني إن شاء الله نسعد وماتش حلو وإن شاء الله ناخد ده وإحنا عندنا بسم الله ما شاء الله لعيبة يعني محترفين والله أنا شايف إن غانا ماتش غانا ده هيكون أصعب ماتش بالنسبة لنا لكن بالنسبة للمرسين التانين بيتموزنبيك والرأس الأرض دول هيبقوا ساحلين كده كده برضو إحنا المنتخب المصري مش قليل بصراحة المنتخب المصري كويس اللعيبة عندنا كوي جداً ومن المنتخب الوطني للنادي الأهلي وسوسري ماسال كولر المدير الفني للفريق استقر على منح العيبة الفريق راحه 24 ساعة إضافية قبل الرجوع للتدريبات مرة تانية عشان يستعدوا لمواجهة سيمبا التنزيني في ربع نهائي الدوري الإفريقي كولر كان منح العيبة الفريق راحه لمدة خمس أيام بعد ماتش الإسماعيلي اللي فات وكان مقرر رجوع الفريق للتدريبات النهاردة بس كولر قرر أن الرجوع للتدريبات هتأجل لبكرة الحد الجنوب إفريقي برسيتاو اللعب الأهلي هيشارك في تدريبات الفريق الجامعية بكرة الحد بعد معتظر عن الضمام لمعسكر بلاده لأسباب عائلية وفقاً لأكيد اللاعب لو جوبيوس مدرب المنتخب جنوب إفريقيا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النيزي الأهلي عائد اجتماع مطول النهاردة مع جاستي بوش المدير الفني لفريق الأول لكرة السلة في النيزي الاجتماع شهد منقشة مشاركات الفريق في الفترة الأخيرة ونتائجها والعمل على ضرورة استعادة مستوى الفني المتميز للفريق وتحقيق الأهداف المطلوبة واتكلم الخطيب في الاجتماع في كل الأمور المتعلقة بالفريق فنياً وإدارياً وأكد على استمرار الدعم الكامل للعيبة وجهزهم الفني ومن الأهلي للزمالك والنازي قرر تظلم على طرد حرس محمد عواد قدام البنك الأهلي لاتحاد كورة تم بطلب ده بعد إجماع خبراء التحكيم والتحليل على أن عواد ما كانش يستحق الطرد بحسب اللي قاله عبدالواحد السيد مدير كورة في النيادي أكيد لا صوت يعلو حالين في النيادي على انتخابات مجلس إدارة النيادي ولا تقام يوم الجمعة اللي جاية الموافق يوم 20 من شهر أكتوبر جاري ما فيش شك هينائش المجلس الجديد أكتر من ملف بيشغل بالجماهير الزمال الكوية وأبرزهم ملف عقوبة كهرباء اللاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي واختلفت الأراء حوالين مصير عقوبة كهرباء سواء بدفع العقوبة كاملة أو بتأسطها لللعب تعالوا نشوف أراء جماهير في أي القرار الأنسب لاتخذوا المجلس الجديد ونرجع عليكم مرة موسيقى لا طبعاً موفيش على تأسط القرار الفكرة في الغرامة أنه هو عقوبة عقوبة لأن اللاعب أخطأ وملتزمش بعقد كان موجود بينه وبين النادي وفي نفس الوقت ترك النادي في فترة كان في شد احتياج لها وانتقل لنادي منافس وما عملش أي اعتبار لجماهير الزمالك فطبعاً لازم يكون لنا حق ولحقنا ده لازم نخدر وأي تهاون من أي مجلس إحنا كأعداء جماعية عمومية هنرفض والله أنا ومطرح مجلس دارة نادي الزمالك آه آه قصة لأن فيه منذ وقت فيه محمين بتماطل ومطمتش الفوزة هتيجي إمتى ما عبرها ما هتيجي مرة واحدة أصلاً هتبقى صعب لكن لما أنا قصت هيبقى باخد ودي وياه وبحاول أن أنا بلم حاجة هي الفضل زكت عليها كتير اترقامت عايزة أسحبها بأي طريقة لا الصراحة لا مش هوافق لو أنا ما اجد تدارة نادي الزمالك مش هوافق أوه يعني اللي هو الصراحة هو معي فلوس يقدر يدفع الغرامة يعني النهاردة قبل بكرة بس ده كله بيعملوا عشان يضط على نادي الزمالك وصراحة هو أخطأ في حقي نادي الزمالك والمفروض أن ده يبقى أقل أقل حاجة نعملها معي لأن النادي محتاج كل إرش دلوقت يعني عايزين يقوم ويسدد الغرامات اللي عليه ويرفع القدع عن اللعيب ها لازم تسدد كلها مرة نفعش تقصاتي هيدور النادي طبعا والنادي مثلا عايز يعمل النادي 6 أكتوبر ومحتاج فلوس من إنشاءات الجديدة وكده وعايزين لعيبة جديدة ويرفع القد في يناير وكده ويحتاج شيرة لعيبة جديدة لا طبعا ما وفقش ده لعب أخطأ ولاعب ملتزمش بعقده مش بطريقة مش محكويسة فيه ناس مش من نادي الزمالك بس ما مشيتش بالطريقة دي بالضبط فدي حاجة احنا مش نوافق بيها مش هنوافق لبتقصية الغربة بصراحة؟ اه عارف حضرك لو كانوا قصتوها من ساعة ما كان المجلس القديم وكانوا بيتكلموا فيها كان زمانة خلصت واستفادنا بالفلوس دي لكن احنا عمالين نقصت الغربة ملأنا يتفعها كاش لا كان زمانة خلصت وخلاص ومن الزمالك للمصري وحرس كامل ابو علي رئيس النادي البرسعيدي على زيارة قطاع الناشئين بالنادي وحضر ابو علي التمرين الأساسي لفريق المصري تحت 17 سنة مواليد 2006 اجتمع باللعيبة في حضور رجب عبدالقادر والحسيني ابو أمر نائب رئيس هو لواء ياسر سالم وعضو المجلس بالإضافة لعباس نور الدين المدير الفني للقطاع ابو أحمد النبيه المدرب العام للفريق وخلال الاجتماع طلب كامل ابو علي من لعيبة بزل أقصى جهدهم خلال الفترة اللي جاية وأكد على أن مجلس إدارة النادي وجام هيرو مستنى كتير من لعيبة قطاع الناشئين ومن الكورة المحلية المنتخب المغربي وعلى دورية دكراكي المدير الفني المنتخب بسود أطلس على حزوز منتخبه في التتويج بطولة أمم الترقية وقال الديكراكي في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية أن المنتخب المغربي غالباً بواجهة صعبات في أمم أفريقيا وآخر مرة ووصل فيها للمصر النهائي كان عام 2004 عشان كده رشح الديكراكي منتخبات مصر وكودفوار ونيجيريا وجزائر اللقب وده عشان هما منتخبات كلاسيكية التورت بشكل كبير الرغم غيابها عن المنزل الأخير وفي إنجلترا أعلن مانشستر ينايتد فتح تحقيق بسبب قطر الإصابات في صفوف الفريق ومعرفة إيه أسبابها وبيعيني حالياً ست لعيبة من إصابة طويلة وهم لوك شا وليساندرو مارتينيز وبيساكا ومالاسيا ومعينو وديالو وأكد جون مورتو المدير التنفيذي للنادي أنهم هيفتحوا تحقيق لمعرفة سبب الإصابات الكتير الموجودة في الفريق خصوصاً بعد تعرض 16 لعيب الإصابات مختلفة خلال الموسم الحالي وبكالتكواند خلصت أخبارنا النهاردة وبسام كاملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن محمد عبارس بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين أهلا بك وحلقة جديدة من الرومنتادة على شاشة قناة المحور أكيد احنا بقناة المحور أو في برنامج الرومنتادة سياسة الإعداد والتحرير والإخراج دايما بنقف على مسافة واحدة من كل الأراء والمواقف والأخبار ودايما زي من الإعلام معلمنا أننا نقلين دائما للمعلومة كنا يوم السبت اللي فات كان معايا الشيش عبدالقادر وأستاذ مير غريب وكنا عرضنا حالة يوسف حسن يوسف حسن لاعب نادي الزمالك ده كان جاي من ودي ديجلة نادي الزمالك والولد ده حصل لأصابة وفي ظل الظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك فعدم وجود مجلس منتخب في استقالة المجلس السابق في استقالة اللجنة الأولى ثم تولي دكتور عماد البناني واللجنة التي تدير نادي الزمالك الآن حتى الانتخابات إن شاء الله يوم الجمعة وإن شاء الله بعد يوم الجمعة أو من يوم السبت هناك مجلس معين أو منتخب أنا أسف منتخب لنادي الزمالك وتمر الأمور ويعود نادي الزمالك ويعود الاستقرار لنادي الزمالك اتكلمنا وطرحنا وجهة النظر وقلنا إن اللعب ده لعب نادي الزمالك وابني من أبناء نادي الزمالك وجهنا رسالة للدكتور عماد البناني للكابتن عبدالواحد السيد كمان الأستاذ شريف والأستاذ مار غريب قالوا كمان وكل أعضاء المرشحين على مقعد مجلس الإدارة أو أمني الصندوق أو النائب أو الرئيس ده برضو رسالة مننا لأن ده ابنهم ابنهم وده طبعا يعني أكيد أكيد إنه هو محتاج الدعم آه محتاج الدعم تعالوا نشوف بس الجزء الصغير نحنا تكلمنا عليه يوم السادة اللي فات وارجعنا نعقب على موضوع يوسف حسن كان فيه بس موضوع هو يوسف حسن لعب ودي دجلة اللي جي نادي الزمالك ده لعبة من لعبين المبشرين المميزين جدا الرجل ده حصل لأصابة وتعصر بسبب الإصابة اللي عنده الولد بقاله فترة كبيرة جدا بيكلم عبدالله حد السيد بيكلم المسؤولين على لجنة اللي بدير نادي الزمالك وحتى الآن مش عارف يعمل العملات بتاعته الحل إيه مادة البناني يعني كان مسؤول رياضي كبير وكان وزير الرياضة الأسبق ما تقاليش أنه يتأخر عن علاج لاعب يوسف حسن أو مواطن حتى موجود عنده مش لازم بيبقى لاعب مواطن موجود عنده هو مسؤول عنه كرئيس للجنة وكرئيس للنادي حاليا نفس الشيء كابتن عبدالسيد ده لعيب وإنتا كنت بتمر بظروف زدي وإصاباته بالتأكيد طبعا هيكون عنده إحساس بالإصابة ديت عيب اللعيب يلعب لك وأصيب أنت مسؤول عنه لازم تتولى علاجه ولد واعد ولد سوهيد صرف النظر صرف النظر صرف النظر والله حتى واعد أو مش واعد هو العيف الفريق واحد من أسرة نادي الزمالك فروديو علي أو إذا كانت اللجنة ما عندهاش الكدرات المالية حاليا وفي ظل وضعية نادي الزمالك طيب المرشحين المرشحين يعني دي رسابة وجهة طبعا مع الوزير الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة لا تدير نادي الزمالك كابتن عباحة السيد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المرشحين على منصب الرئيس والنائب وأمن الصندوق والأعضاء أعتقد أن هذا ابن من أبناء الزمالك حتى لو كانت أصبتهم مزمنة حتى لو مش عابل الزمالك تاني لكن هو العيب الحمد لله من خلال الرمونتادة ودائما دور نجمنا الكبير ميدو ومحمد بركات في تبني مثل هذه الحالات وأنا كمان أكيد معهم وبالتالي كابتن عبدالواحد السيد ونادي الزمالك أختاروا اللعب يوسف حسن إن شاء الله أنه يتحمل تكاليف العملية الجراحية وطبعا تلقى اتصال تلفوني من كابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة من نادي الزمالك وإن شاء الله هي درسالة يتعمل العملية ورجع يوسف حسن يقف على رجله وهو دور الإعلام دايما البناء دايما النقل للمعلومة واللي دايما بيتبنى الحالات ويمشي وراها لحد ما يلاقي أن فيها حل من الحلول المرضية ده كان موضوع يوسف حسن اتكلمنا عليه كمان فيه تظلم من نادي الزمالك بشأن طرد عواد يعني طبعا كلام وتقال كلام على القصة دي في مباراة البنك الأهلي والأمور كانت طبعا في نادي الزمالك هم مش مبسوطين من اللي حصل فيه طبعا المباراة من الطرد وبالتالي كان هناك يعني عدم رضا على العقوبة اللي تقدم بها الزمالك بتقدم بسببها الزمالك للتحاضي الكرة بتظلم ضد عقوبة محمد عواد بتظلم رسمي يطالب من خلاله بإلغاء طرد محمد عواد حرس مرمانات زمالك في مباراة البنك الأهلي زمالك أشار خلال التظلم أنه تعرض لزول متحكيم وبالتالي وجب إلغاء البطاقة الحمراء التي منحها لمحمد عواد ده اللي هيبقى هيدور في أروحة التحاد قرط القادم المصري أكيد لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي فريرة والمعاونين هيشوفه هو برضو التحاد القرى أكيد هيرد ولكن هو القرار خلاص تم اتخاذه والأمور دي ممكن يتم تداركها في المباراة اللي جاية لأن في كم ماتش من البداية أربع جولات لعبناهم أو تلت جولات حصل فيهم أخطاء وأخطاء من حكام مميزين وحكام كبار جدا لهم تواجد كبير جدا على الساحة الدولية ولسه في أخبار نادي الزمالك طبعا يعني كمان الزمالك يعني في الفترة أخيرة وبعض الأمور اللي بيمر بيها إن شاء الله هيبقى معنا النهاردة طالما بتتكلم على نادي الزمالك اتنين من المرشحين على مقعد عضوية نادي الزمالك كابتن مصر وكابتن مصر في كأس العالم ونجل الكابتن راحل الكبير يكن حسين كابتن هشام يكن في حوار مهم جدا عن يعني بنمجه الانتخابي في انتخابات نادي الزمالك يوم الجمعة وأيضا المستشار هشام كاسب المرشح على عضوية نادي الزمالك هيبقى كمان معنا في الجزء الثاني من الحوار النهاردة في الرمونتادة وبرضو هيشرح دوره وهيشرح بنمجه الانتخابي لترشحه على مقعد العضوية في نادي الزمالك اللي بتمنى بتمنى من كل قلبي وده رسالة بنوجهها للجمعية العمومية اللي هتنتخب يوم الجمعة الأعضاء والرئيس وأمين السندوق والنائب في نادي الزمالك أن يكون الاختيار في صلح نادي الزمالك أن يكون الاختيار لعودة نادي الزمالك مرة أخرى إلى مصاره الصحية أن يكون الاختيار لأن يعودة الزمالك مرة أخرى إلى منصات التطويق وأن يكون هناك مجلس معين مجلس أنا عمال المعين مجلس منتخب ومجلس مستقر ومجلس يقدر يرضي طموحات جماهير نادي الزمالك وعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وأيضا فرق نادي الزمالك المختلفة في كل الأنشيط الرياضية وبسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج الزمالك في الطائرة وفي اليد وفي البسكت وفي ألعاب كتير جدا بيحقق بطولات وعنده كم كبير جدا من البطولات وعنده كم كبير جدا من النجوم الكبار في اللعبات المختلفة غير قرط القدم الزمالك كان لسه من سنتين محقق كل البطولات وعمل أداء ولا أروع لكن في ظل التعصرات في ظل بعض الأمور اللي مر بها نادي الزمالك قدر النادي الأهلي يجي ويرجع تاني ويقفع رجليه بعد كان ما عنده تعصر في إحراز البطولات ويفوز بكم كبير جدا من البطولات في ظل استقرار إداري كبير جدا بيمر بنادي الزمالك كل التوفيق لجمهير نادي الزمالك لكل الأعضاء في انتخابات يوم الجمعة إن شاء الله وهنبقى أكيد في رومنتادة من تبحها ومن رشدها لحظة بلحظة على مدار اليوم أكيد وهنقول اللي كان الحظ حليف وفي هذه الانتخابات هنقول ألف مبروك واللي ما حلفوش الحظ هنقوله هرض لك بس برضو ينتملك دور ودور كبير جدا كابن من أبناء نادي الزمالك إلى أخبار النادي الآهلي النادي الآهلي يبقى عنده مماراة مع سنبا خارج الديار ثم مماراة العودة إن شاء الله الأهلي بيتكلم فيها إنه يبقى موجود فيها طبعا 50 ألف متفرق واللي أنا أعرفه يمكن أن تحاضر في فترة مصرات لأحد الأندية في الاجتماع الأمني إن الأهلي فعلا تطلب 50 ألف البطولة الدوري أبطال أفريقيا وفيتشر وبيراميز تطلبين 20 ألف رغم أن معدوم جماهير بس تطلبين رقم ده وبالتالي أعتقد إن النادي الآهلي هيتم إن شاء الله إن شاء الله في ظل الظروف اللي احنا فيها وظل إن الأمن المصري بيقوم بدوره على أعلى أعلى مستوى إن شاء الله هيوفر العدد ده وتحضر جماهير الكرة المصرية لأن السوبرليج الأفريقي السندي مختلف وعايزين إن شاء الله كأول بطولة وأول مشاركة إن شاء الله يبقى النادي الأهلي يعني في الصدارة وأول نادي يحقق هذه البطولة في السوبرليج الأفريقي في الدور الأفريقي وبالتالي يعني الأمن أكيد ونادي الأهلي دايما العلاقة الطيبة ودايما المكتبات ومرسلات في ظل هذه الأمور وتفاهم النادي الأهلي لبعض الحالات في بعض الأمور لكن إن شاء الله يوافق الأمن المصري على خمسين ألف بتفرج وتكون مدرجات استاد القاهرة ممتلئة بالخمسين ألف خلف النادي الأهلي في هذا يعني الحدث أفريقيا الكبير اللي بيخوده نادي الأهلي لأول مرة النادي الأهلي مش بعيد عن خوض البطولات الأفريقية ومش بعيد عن وجوده على منصات التدويج الأفريقية لكن بالنسبة لنا دي بطولة جديدة ودايما الجديد شكل كويس والجديد أنك أنت لما تشارك فيه ويتم اختيارك كنادي رائد من رواد القرى الأفريقية ونادي من رائد في البطولات وحاصل كم كبير جدا من البطولات بالتالي إن شاء الله يكون الأهلي حليف والحظ حليفه في هذه البطولة يفوز بهذه البطولة لأول مرة كمان نادي الأهلي في ظل تدعيم الصفوف طبعا كان بيتكلم على أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز هو ولد صغير ولد واعد كان بلعب منتخب الأولم بالقبل كده وتم اختياره في بعض الفترات للمتخب الأول ومن اللاعبين الوعدين في الفترة اللي جاية اللي نتمنى اللي نتمنى إن شاء الله يبقى موجود من ضمن احتجاجات النادي الأهلي في حالة موافقة ناديه نادي بيراميز الأول لأنه تم تجديد عقده مع نادي بيراميز معنا للتعقيب على صفقات النادي الأهلي كابتن الكبير ومحلل أرموتدة كابتن الكبير كابتن رمضان السيد كابتن رمضان أهلا بيك أهلا بيك يا محمد تحياتي يا كابتن رمضان تحياتي لك يا محمد الله يخليك بنتكلم على احتجاجات النادي الأهلي في مساك وظاهر أيصر ومهاجم تحت السن وذكرت بالتحديد أسامة جلال نجم نادي بيراميز اللي كان فيه كلام من السنة اللي فاتت على انضمامه النادي الأهلي لكن نادي بيراميز جدد عقد اللاعب وما زالت الأمور مطروحة ما بين بقاءه في بيراميز أو انتقاله للنادي الأهلي شايف الصفقات دي هي صفقات اللي محتاجها كولر بس ولا فيه أماكن أخرى محتاجها النادي الأهلي للتدعيم لا أولا المركزين مهمين جدا أنا في رأي أن هم محتاجين يعني يمكن محمد عم منعم طبعا وياسر ورامي موجودين آه لكن أنت محتاج واحد برضك يكون تقيل الحية معهم والسامة الحية يعني من السرطبكات الكويسة واللي أثبتت وجودها في الفترة المسلمين التالي فاتوا وأعتقد أنه كان فيهم فوضات مفتوحة وإنكنا هي تقفلت لما هو جدت لكن هو يمكن طالب دلوقتي بقى بشكل يعني قوي جدا أنه عاوز يروح يعني نهاد الأهل فبالتالي دي صفقة مهمة جدا لو تمت هتبقى صفقة مهمة جدا طبعا أنت بتتكلم على حية التحدي مع علي معلول مش عارف يعني أنا كريم الدبيس للفترات اللي لعيبها يعني لسه عايز ياخد عشان نشوف هو هيقدر يسد في الحية دي لكن هو لعيب كويس لكن النادي الأهل برضك بيسعى أنه هو يشوف حد في المكان ده كمان يعني فيه كمان على عمر كمال عبد الواحد وبعض الأقويل اللي ضرت عن عيون النادي الأهلي تتابع عمر كرعب واحد بعد الأداء المميز جدا له مع فيوتشر على مدار سنتين والسنة دي فيه تواقب كبير جدا لعمر سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي أو النادي فيوتشر شافوا انضمامه النادي الأهلي فيه فائدة كبيرة ولا فيه ممكن المكان ده النادي الأهلي يغاني بيه هو غاني بيه لكن أنا بقول إيه أن عمر بيلعب كذا مركز الحية يعني لا يعني عمر هو العيد مميز والعيد بيصنع الفارق إن بناءنا وإحنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتتها محمد معاك أنا ومحمد صلاح أنا قلتلك أن عمر لازم يلعب لأن مفتاح لعب يعني تعرف لما تيجي بتلعبه في حياتك تلتبقى كليمين أولا بيعمل كروس عشر هتصل على المنتخب على الممارات الجزائر الجاية آه يعني أنا كنت بتكلم أن الممارات الجزائر ياخد على جهاز زي ما قلتلك إنه هو الحتة الهجومية بيعملها كويس الحتة الدفاعية بيعملها كويس بيعرف يربط الحياة التلتية يجوه بشكل كويس قوي عندك مهاجم مستوى عالي جدا في التعامل مع الكرات العرضية أعتقد أن عمر برضك تكروس بتاعه يعني فيه إتقان يعني مهم جدا لا عمر بقى صفقة برضك مهمة جدا كابتن يعني كمان يعني نادي الأهلي عنده بكلمة على عودة مغربي ولكن طبعا أفضل بديل وجاري التجهيز عبد الرحمن رجدان ومعتز محمد شايف ممكن يعبر بهم المدير الفني السنادي ويقدر من السنة الجاية أو الموسم الجديد يعينه على يعني برضو صفقات يعني متعددة أو أهم من كده والله أنا شايف أن معتز التجربة أخذ تجربتين تقريبا أنا رأي أنه سيطبق كويس وحتى هو كمان بيتعامل مع الكرات العالية بشكل كويس حتى في الكرات السابتة بيطلع لك وبيتعامل معها كويس في الكرات برضك وهو بيدافع الحياة برضك بيتعامل مع الكرات العالية بشكل كويس فشايف أن المعتز ممكن يغطي لك دي الغاصمة بالسعاقة مع حد الدول الأفريقي وأول مواجهة مع تسيمبا التنزاني يعني شايف مواجهة من مباراتين المبارات قولها خارج الديار ومرة تانية سايف مشاركة الأهلي المرة الأولى يعني تختلف ولا نادي الأهلي قادر وعنده الخبرات التراكمية الأفريقية الكبيرة من مشاركاته في البطولات الأفريقية وتتويجه أيضا بالبطولات الأفريقية النادي الأهلي يا محمد الحقيقة واصل لفرمة الحقيقة في خلال الموسم اللي فات والموسم دوت لغادي الوقتي لا فرمة بدنية وفرمة فنية عالية جدا جدا وبقى فيه تجانس بشكل كويس بقى فيه ربط الحقيقة في الملعب بشكل كويس في التلت نجومي في شغل كويس كولر الحقيقة عمل حاجة يمكن أنا يعني ما شفتهاش الحقيقة متبترة كبيرة جدا في النادي الأهلي ولا أي في نادي في مصر الحقيقة حتة التروس يعني أنا بتكلم أن كولر بيجي مثلا يغير خمسة لعيبة أنا في رأي خمس تروس بيخشوا جوه المكنة خلاص كله بيشتغل فبالتالي لا النادي الأهلي وصل لفورمو عالية جدا 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 رجب أن نحن في بداية الموسم فأعتقد أنه هو قادر أن يحسم اللقاءين إن شاء الله بالإذن الله في اللقاء سنب كابتن كبير كابتن رمضان سيد محل الأرمونتال أشكرك شكرا جزيلا هي دي سياسة التدوير للتباحة كولر في الفترة الأخيرة وكان مرضوطها الإيجابي لفوز بسم الله ما شاء الله حد سوى الحرك النادي الأهلي بكل بطولات لكن النادي الأهلي السندي داخل على مهم كثيرة وعنده أمور مهمة جدا دور الأفريقي دور الأبطال دور المصري كاس مصر السوبر المصري في دورة الأمارات كأس العالم للأندية بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يديهم الصحة والعافية عندهم أمور كبيرة وهو أيضا النادي الأهلي عنده من الزخيرة ومن العبين المميزين في الفترة الأخيرة هو بس يعني بعض الملاحظات على مودست طبعا الفرنسي اللي احنا شايفينه لسه لو كان جاهز كان ممكن يبقى أداء مختلف أنا برضو لسه شايف أنه محتاج فترة اعداد محتاج بعض التمرنات محتاج بعض يعني التأهيل في بعض الأمور الخاصة به وأعتقد أنه يبقى هدف مميز جدا زي هنشوفه هدف طوله الكبير ده أعتقد أنه ممكن يتم استغلاله في الفترة الجاية وانت داخل برضو على بطرات كبيرة وعلى مباراة أفريقية ومباراة محلية ومباراة كاس عالم الأندية أعتقد أن دي هتبقى حاجة مميزة جدا كمان عندنا طبعا عقوبات مباراة البنك الأهلي وناد الزمالك عقوبات إقاف اللعب محمد فتحي محمود محمد لعب البنك الأهلي لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد وبعض الحصول على إنذرين في نفس المباراة عقوبة الزمالك إقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراة وتقوى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وذلك بلما بدنا منه بعض المباراة واستمرار العقوبة الموقع عليه سابقا بالإقاف أربع مرايب بعد مواقع المقاولون العرب وإقاف محمد حسين عواد موسى لعب نادي الزمالك وحرش نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محقاقة بس عند عبدالله مترجم الفريق كده عنده مباراتين قبل كده أربع مرايات يعني أنا شايف مترجم الفريق أنت بس الترجمة الحرفية للمدير الفني أو للصحفيين أو من المدير الفني لللاعبين أو من المدير الفني لأعضاء مجلس الضرق أو المشافة عمكورة هو ده دورك هو دورك وأسره يضافع عنك واتكلم عنك كويس جدا أنت تحط نفسك في القصة دي يبقى أنت تحط نفسك في مكان هيسبب لك أزمة وبالتالي مش هتبقى موجود معهم في المطشاط وبالتالي ممكن نادي زمانك يفكر يجيب مترجم تاني غيرك المترجم مترجم ما تعداش حدود مكانك كمترجم لأن دي بسم الله ما شاء الله ربنا مديك موهبة أو مديك يعني شطارة أنك أنت راجل بقيبت تتحدث البرتغالية أو الأسبانية خليك فيها وركز فيها وعلى طقنة دي أكل عيش ورز ماكش دعوا بالباقي لليك دعوا بملعب لليك دعوا بحكم لليك دعوا بلاعب لليك دعوا بجمهور لليك دعوا بأي حد خالص المهم أنك أنت متفرغ تماماً لنقل مصالحات كرة القدم ما بين المدير الفني واللاعب أو المدير الفني والحكم حتى لو هو الرجل بيعترض انقل اعترض الرجل حتى بالشكل اللي يليق بحجم قيمة مدير فن للنادي الزمالي إنما أنت تدخل في أمور تانية مبارتين ثم قبل كده أربع مباريات وغرام عشرين ألف جنيه أعتقد أن دي حاجة تعطلك وتعطل أنك تروح أي نادي بعد كده يا عبد الله ونتملك إن شاء الله التوفيق وما يحصلش يقاف بعد كده معنا كمان على طبعاً الاتحاد السكندري سيد البلد سيد البلد طبعاً من الأندية المميزة أندية فيها مجلس دارع على أعلى مستوى أستاذ الحامد المسالحي وكل أعضاء مجلس الأدارة وجمهور سيد البلد الكبير كل الكلام من السنة اللي فاتت هم عندهم عينهم حلوة وجابوا مهاجم مميز جداً هو مبلوله كان هدف دور مصر السنة اللي فاتت والسنة دي بسم الله ما شاء الله بادئ بداية قوية جداً طبعاً هو كان بتجيله عروض من السنة اللي فاتت مش من الأيام دي كمان السنة اللي فاتت وحتى كان ضرب ما بيني وبين الأستاذ محمد أحمد عدو مجلس ادهرت الاتحاد السكندري على ليه ما بيعتوش مبلوله حتى قاملت الحاجة محمد مصالحي في 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 ظرف خاص سعيد وتكلمنا انت ليه ما بيعتنوش وبنص 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 الفلوس دي هتقدر تغطي ميزانية الاتحاد السكندري السنة دي قال لي لا هو الولد توهج والولد بقى مميز جداً قال لي لي لا أسيبه معي لشهر 12 أو لنهاية السنة اللي جاية اللي هي السنة دي موسم الجديد ده احنا كنا متكلم قبل موسم ما يبدأ يعني وإن شاء الله تبقى الأمور أحسن وابقى قدر الاتحاد السكندري استثمر في اللعب هو لعب مميز جداً ولعب مبسوط وسعيد معنا في الاتحاد السكندري هيا دي هو ده التسويق وهو ده الفكر المميز جداً مش عشان الولد بقى كويس هب أبيه على طول لا ليه لأ أستغل وجوده كمهاجم المهمومين المميزين في الكرة المصرية لعب مميز جداً لعب عامل أداء ولا أروع وكمان مبلولو قد منتخب بلاده أنجولا أمام موزنبيق في مبراه اتعادل فيها واحد واحد وطبعاً شارك فيها جوستينيو مبلولو هدف الدور المصري مع الاتحاد السكندري هو هي دي الصفقات الأفريقية اللي دايماً بنتكلم عليها زمان كنا نشوف أهل وزمالك ومقاولون العرب لو تفتكروا في العصر زي بالمقاولون العرب كان فيه سفقات مميزة جداً بول أنطوان وعبد الرزاق كريم وبعد كده جون أوتاكا وبعد كده نادي الأهلي جاب فليكس وجاب فلافيو جلبرتو ونادي زمالك جاب الأرحم الكوارشي وجاب يعني أجيال كانت مختلفة فيها لعبين مختلفين ومميزين لكن في الفترة الأخيرة منشوف الأندية الكبيرة دايماً مش موفقين مش موفقين في طبعاً اللعبين المميزين بكده نكون خلصنا أخبارنا هو بس يعني طبس كان معنا عقوبات الجولة التالتة للدولة المصر أولى سريعاً رابطة الأندية أصدرت بعض العقوبات منها عقوبات مباراة زيد فسي وبلدات المحلة بالتالي توقع مغرامة مالية على نادي زيد 20 ألف جنيه لنزول متأخر 6 دقايق بداية الشرط التاني وعقوبات على بلدات المحلة إقاف المدير الفني لنادي بلدات المحلة أحمد جميل عبد الرؤوف لمدة مباراة واحدة وتغريمه 10 ألف جنيه وذلك للطرد بعد نزول أرض الملعب والاحتراض على حكم المباراة إقاف مجد هاني لعب نادي بلدات المحلة مباراتين وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف وعقوب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى إقاف اليوجاتة لعب لجونة مباراتين وذلك للطرد في لعبة خطرة في هذه المباراة مبارات الجونة والاتحاد السكندري هستعد عشان أطلع فاصل أجوز إلى أول عن انتخابات نادي زمالي مع نجد موصر الكبير كابتن مصر واحد من الشرقه في كاس العالم 90 كابتن الكبير كابتن هشام يكن في حوار مهم جدا المنتدى عن طموحاته ورؤيته لانتخاباته وترشحه على مقعد العضوية في مجد إدارة نادي زماليك ولكن بعد الفاصل تجاهكم تاني بعد الفاصل في أولى فقراتنا والحديث عن انتخابات نادي زماليك النادي الكبير النادي العريق إن شاء الله اللي يعود مرة أخرى إلى مكانه الطبيعي بفضل إن شاء الله مجلس إدارة منتخب على أعلى مستوى معنا في الفقر الأولى النهاردة كابتن الكبير نجل الراحل العظيم كابتن يكن حسين ونجل مصر وأحد نجوم مصر في كاس العالم 1990 كابتن الكبير كابتن شام يكن أهلا بك أهلا بك إزاك يا محمد وحشلني جدا وحرك كمان حرمني بقى يعني انتغن عن التعريف لسه مش أقول بقى شام يكن مين وابن راحل يا كابتن حسين أحد أعظم رموز نادي الزمالك اقول لي بقى دورك وشكل بالنمجك الانتخابي بس طبعا يعني كلنا محضرين كلنا بنستعد للعرس الجميل اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله جمعة إن شاء الله بإذن الله اللي هو إن شاء الله يتم الأمور فيه بشكل يكون طيب والمهم اللي إيه كل الناس تكون يعني عند المسئولية لأن يعني ما يعتبر الانتخابات دي هو شكل نادي الزمالك يعني هيبان من الموقف اللي هيتعمل في الفترة اللي جاية طبعا احنا كلنا كمرشحين بندعم بعض بشكل حلو بنكلم على بعض حلو ما فيش أي مشاكل ودي سمة من السمات الموجودة في الحديدا في الأجوال بالزبت يعني أكيد كل واحد عايز ينجح وكل واحد بيستخدم طرقه أكيد وكل واحد عايز يظهر إمكانياته بس طبعا لازم يبقى فيه حدود وكل حاجة يعني ولازم يكون برضو يبقى فيه شيء طبيعي مقنع يعني أن الأعضاء الجرامية والعممية تختار الشخص المناسب بالمكان المناسب أكيد يعني أنا مش أقول أن كابتن شام يا كان جديد عن الزمالك كابتن شام كان ابن راحل يا كان حسين ونجم نجوم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك كابتن هننسى بقى لا لا مش قصدي أنا بس بعمل بماهد لحاجة أكيد كل ده بالنسبة لك حاجة ونادي الزمالك بالنسبة لك حاجة تانية في ظل الظروف المتعسيرة اللي بقومون ربا نادي الزمالك إيه اللي انت ناوي عليه أو إيه طموحاتك مع مجلس إدارة في حال وجودك إن شاء الله وربنا اكتبك لخير طموحاتي أن نادي الزمالك يبقى نادي الملكي إن احنا اتعطلنا شوية لكن مفيش معنى إن احنا نبدأ من دلوقتي ونرحق نجاري الظروف اللي هي دلوقتي معاصرة الزمن الجديد اللي هو انشاء فروع تواجد أكبر نستغل لما هو يفيد قطاع نادي الزمالك في كل الألعاب حتى في النشاط الاجتماعي وده المهم جدا لأنك انت بتقدم خدمة للأعضاء وبتقدم خدمة للجماهير الجماهير بتستمتع باللقاءات والأعضاء بيستمتعوا بالنادي وما المكتسبات اللي احنا بناخدها إذا كان في بعض الفروع الجديدة اللي تنشأ في أي مكان انت عندك يعني أنا بشفك على اللي هيخشه بس هي لازم يبقى فيه تحديات أنت الأول مع القائمة الموحدة ولا ضدها لا أنا ضد هذا اللفظ لأن أنت النهاردة يعني قائمة موحدة يعني أنت لغيت عقول القائمة الموحدة القائمة الموحدة يعني إلغاء عقول الناس أنت عايز تنوع عايز ديمقراطية مش ديمقراطية لا أنت عايز أنا عايز أنت عايز أنه يبقى في ديمقراطية ده اللي عايز يختار ده يختار كابنين شايم يختار محمد يختار إبراهيم برحتو بيه حرية تختيار إحنا وحنا تكلمنا في حرية أنهم يسمون نفسهم مثلا الموحدة أو كلام ده حريتهم بس أنا بتكلم بشق اللي هو السليم اللي هو أنت شايف أن فيه واحد ممكن ردك ده الآن أنت على وجودك فردي أبدا خالص أنا أتحدى أي حد في أي حاجة في أي مكان أنا رجل اتخلقت للتحديات اتولدت للتحديات تحدت نفسي وأنا صغير عشان أبقى نجم وصرت للجماء ولعبت بقى على مركز مع أن وقف طرق كتير جدا إن قالك أن أنا لعيب لا أصلح لعبت كسعالم يعني أنت متخيل لا وبتأخذ خامس أفضل سدبك في العالم في إيطاليا يعني أنت بتعدي تحديات قالك هتمسك من فانباستن ده قابلت انتخابات مختلفة تماما مسكت من فانباستن ما وصلش للجون وعملت جون يعني طبعا الباست كبير طبعا أنا عايزك بقى يعني في الانتخابات دي تمسك فانباستن الكبير واتحق هدف كبير بوجودك في عضوة مجلس الدار بالزبت أنا إحنا بنيجي بنقول إيه إن كل اللي داخلين أهلا وسهلا طبعا لهم كل احترام التقدير وكل احترام التقدير ما إحنا ما نتكلمش على حد كشخصيات لكن أنا بفسص الحوار بتاع يعني إيه مستخلين ويعني إيه موحدة موحدة أنت عامل قايمة موحدة ليه يعني إيه سببها أو مين بيدعمها ليه بيدعمها ليه يعني هم شايفين إن فيه هارمونية وفيه تقارب من هارمونية يا باشا لا بس أنا مش عايزين نصادر على رأيهم يا كابتين شام يا باشا أنا بقول لك رأي أنا عوض جماعية ممية لكم تجدير وحترام بكلم كل حاجة طبعا أنت فأنا نبص نبصص الموضوع نيجي نقول يعني إيه هارمونية مين هارمونية إذا كان أحمد سليمان كان ضد حسين لبيب ومرة واحدة بقى عوضوا قبلها بليلة يعني أكيد في صورة واحدة خلونا نتكلم طبعا فضل إحنا ما بنقولش ما بنقولش بتاع مصلحة نادي الزمالك إنك إنت تنزل من منفسة من كذا لكذا ده شيء طبيعي بتاعتك محدش تصرف فردي خاص فما تقولش إنها هارمونية إنت فاهم يبقى فيه اتفاقيات إحنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا وهي إن إحنا إيه مش عايزين نخش في عمليات اتفاقيات لإن إحنا داخلين لخدمة ناس الزمالك عايز يخدم ناس الزمالك يدخل بشخصه إمكانياتك إيه ادخل ادخل اشتخل مفيش مشكلة على الأرض الواقع لكن تحتمي في مصرع عشان تعمل 12 واحد يخشه ويقولك إحنا جروب ولو الجروب ده نقص منه واحد أنا مليش جعوة مش جهة تصريح من بعض الناس اللي كان موجود من تصريحات اللي كانت موجودة بسنا أنا شايف تصريح مش في محله لأن القص مفتوح لكل من ياخد بنات الزمالك بسببت أنا لي الحق إن أنا أخش وأخش وعلى فكرة أنا هتعمل مع أي مجلس أي فرض لو كان حتى مين علشان مصلحة ناس الزمالك وأنا داخل طلبات الجمعال الأمومية وطلبات الجماهير الكرة المصرية بالنسبة لها الجماهير الزمالك يعني ده الشق بتاعي اللي هو أنا داخل إيه عشان جمهوري جمهوري اللي أنا كنت يعني بلعب جمهورك جمهورك اللي هو كان بشجعك وانت كنت موجود نجم واللي عمل هشم يكن الآن فريق الكرة في نجم زمالك عنده مشكلة كبيرة جدا في القيد عنده بعض المشاكل المالية عنده بعض الأمور الصفقات الأمور دي كلها دورك إيه فيها ان شاء الله حال وجودك في المجلس أو رؤيتك اللي حلولي بس الموضوع بالنسبة للكرة القدم في نجم زمالك هو يعني احنا عندنا مشاكل غضبا عننا جمدة جدا وفي نفس الوقت انت عندك بقى أسعار كبيرة جدا بالنسبة للعيبة وكل اللعيبة اللي موجودة يعني العيبة في نجم زمالك لعيبة كويسة محتاجين شغل شوية في حاجات معينة في عندنا العيبة على مستوى عالي فاتوح وزيز ولونش وشكبالة يعني العيبة كويسين جدا وكل حاجة بس احنا محتاجين شغل شوية لأن ما عندناش إضافات ممكن نضيفها اليوم من دور خبراتك تركمية كبيرة ايه اللي دورك بقى لو انت موجود على الكرسي مجلس الإدارة هتعمل ايه او انت داخل في طموحاتي الأول طبعا لازم اعرف ظروف الفرقة مع الراجل الأول المدير الفني ولازم نقعد نتناقش عشان نوصل لحاجة ان احنا عندنا مشكلة دلوقتي القيد فلازم نوفر الفلوس علشان نقدر نفك القيد ونقدر نقيد لعيبة جديدة نقدر نضيفها في القيمة اللي جاية وهنحاول طبعا الحاجات اللي هي ملهاش لازمة نستخلصها انت مع بقاء هذا المدير الفني او دلوقتي بص ما ينفع لو انت عضو وقعد على الترابيز لا 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 ما قدرش اشير المدير الفني دلوقتي دلوقتي لان عشان تجيب مدير فني تاني جديد هتتعقد معاه او الكلام من ده فانت لازم توفر له فلوس كتير اكتر ده هياخد فلوسه ب اكيد لي في عقده شرط الجزائي فلازم تسددلو شرط الجزائي فهيبقى الموضوع شبه هيبقى صعب شوية لكن نقدر نتكلم معاه ونشوف نوصل لحلول ان احنا نقدر يزود ويشتغل على العيبة اللي موجودة عبل ما نبتدي احنا نزبط القاعدة بتاعتنا قاعدة النشئين نشتغل عليها بشكل اقوى ندي تحملات اكتر في الشغل بتاحهم ونقدر نطلع عناصر تنضاف الى الفريق وممكن يظهر هنا لعيب واثنين وثلاث على فكرة محمد يعني نادي الزمالك كان في وقت من الوقات سالة الثلاثة وتمانين اتغير نص الفرقة يعني انا دخلت كان فيه في الفرقة مين كان فيه نجوم كبار موجودين ودخل انضم في الفرقة دي حوالي عشر لعيبة فتيجي ببص كان بين موجود بقى كان حسن شحقتها وفرق جعفر وعلي خليل وطبعا يعني كلهم أرقابهم كبيرة طبعا والكلام من ده وعبد الرحيم محمد الله يرحمه وابراهيم يوسف وحمد عب حليم واسامي ومحمد سعيد ناس كتير جدا كانت موجودة في الوقت ده ونادي الزمالك ضم حوالي عشر ناشئين بما فيهم من كوتنا وحصل منهم ظريف دخلنا احتكينا لعبنا كسبنا الدور في الموسم ده وكان في في الوقت ده ظهور ايمان يونس ظهور حمد عبل طيف ظهور محمد حلمي ظهور طريق يحيا وانا معاهم واكتر من اللاعب تقريبا كانوا موجودين كان معنا متحة منك برضو يعني كان معنا مجموعة من الشباب دخلوا وحطوا رجليهم مع الفريق ومجد طلبة حطوا رجليهم مع الفريق وقدرنا نعمل تيم توافقي ما بين الكبار والصغيرين وحصلنا على الدور وعلى أفريقيا طيب كابتنشان دايما انت حرك كنت بنسعد بحضاتك تضيف معنا في رومونتدا ومعايا تحديدا كم مرة أو عبر الاتصالات التلفونية لابداء رأيك في بعض الأمور كنت دايما بتقول أنا بعيدة عن نادي الزمالك وأنا أبقى نفسي كنت أبقى قريب من نادي الزمالك لأن جوايا طاقة كبيرة جدا عايز أبقى موجود لأن أنا عضو جمعية عمومية وابن الكابتن ياكن حسين ومطربي في نادي الزمالك أنت وإخواتك ويعني كابتن ياكن الله الرحمن وتعامل فرح في نادي الزمالك إيه اللي ممكن تعمل له نادي الزمالك جمعية عمومية لما تنشي حالا بتروح النادي بيكلموك في إيه إيه المطلوب منك إيه الأبرز النقاط مش هلتكلم بس على في الكرة بس النقاط اللي بيناقشوك فيها محتاجين كده يا كابتن شام يا كابتن شام احنا كان نقصنا كذا يا كابتن شام احنا عايزين نرجع تاني نادي الزمالك زي ما كان قبل كده أكيد طبعا يعني مشكلة الكرة دي أكيد الرياضة عامة في نادي الزمالك فيها تقصير بعض الشيء بالنسبة للقطعات وطبعا ممكن الحياة دي هنطبعا نشتغل عليها بشكل كبير جدا علشان نحل مشكلة الناشئين الحاجات الأبرز بلافات الأخرى الناس عايزة الحاجات الاجتماعية بقى جوة ولا عضو بقى زي فهما شايفين ان النادي بالنسبة لهم كان فيه مرحلة مثلا المرسة مطروح المرسة مطروح عندنا الفندق هناك خمسين غرفة و كان من نظام القرعة بتقوم من نظام القرعة وكان في بعض لقات الناس الناس قالوا لي انه ما فيش قرعة خالص هو كان بيتقال كده يعني بيتقالني في قرعة الله أعلم لا ناس كتير جدا وكان بيطلع أكتر من مرة كل مرة بيطلع أشخاص محاجزين القوة لعدد أسابيع فكان فيها نوع من المجاملة بشكل كبير جدا فخلينا ايه احنا خلص احنا مش بتكلم عن الموضوع لكن خلينا نتكلم دلوقت انت القتيل عايزت يجدد بالكامل فلازم تجدد و لازم تبتدي فيه اليومين دول عشان تلحق السفل الجاي عشان تلحق السفل الجاي عندك النهري النادي النهري لازم تعمل معاك رخصة دلوقت بتاعت المركب مركب نقدر نعمل يخوت سويرة وصالة أفراح وتنزل وصالة الأفراح نعمل يخوت نيلية أو مراكب نيلية بتعمل بها الرحلات النيلية ب مثلا للاعياد الميلاد مثلا يمشوا بها بالنيل والحاجات دي كلها فاتدخل دخل المطعم بتاع النهري يبقى على أعلى مستوى ويقدم أكل كويس جدا نقدر نواجه به الديوف اللي بتيجي من بره فلما يجوا 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 في النادي زمالك النهري على أساس أنه على دفاع في النيل فبيدي منظر طبيعي حلو وجميل وكلم من ده فتقدر تسابل فيه ديوف اللي بيقولك سواء عرب أو أجانب تقدر تستضيفهم في النادي عندك نادي 6 أكتوبر طبعا نادي أكتوبر أنا عايز يعني أكلم فيه وطبعا يعني فيه أكيد الشق ده مع المحافظة أو الجئة المعني نادي 6 أكتوبر فيه 128 فدان دول بتاعنا ديوفر الزمالك دلوقتي علشان أبتدي في النادي هناك هيبقى عملية صعبة قوي النهاردة عشان تبني نادي هناك عايز لك على الأقل من 2 إلى 3 أ4 مليار جنيه عشان تبني نادي بالمساحة دي يعني انت فاهم إذا كنت هتعمل استاد كمان وحتعمل يبقى دخلت في 5 أو 6 مليار فدلوقتي يبقى انت النهاردة عشان تيجي تشتغل الكلام ده وتقدر تحافظ على الأرض يبقى لازم نبتدي بجزء من المشروع جزء المشروع ده يبقى حوالي مثلا 20 فدان أشتغل عليه ملعب كور القدم مع ملعبين سباعي فندق مطاعب ولا أبني شيء السور حتى بتاعه هيبقى زرعة يعني نفسه على أساس اننا النهاردة عشان أبني النهاردة فانت بتتكلف بتكلف عالية جدا أنت النهاردة تبدأ بالملاعب منطقة هتبقى قرية مقفولة بالأعضاء عبارة عن رياضة فقط دلوقتي هي عبارة عن مناطق ملاعب وهيتعامل معها خمس ستة عربيات جنبيهم اللي هم العربيات اللي هي بتبقى في الشرع عرفة اللي هم تحت الكباري المعمولة الجديدة دي وكلام من ده دي تتعامل تيجي أي واحد ده مرحلة مؤقتة مش ده يليخ بحاجة أنا بقول حضرتك منطقة استثمارية نادي الزمالك هتبقى جدا وما قالوش غير البوابة دي على أساس أن النادي بعد كده نبتدي نشتغل فيه فأنت الجزء ده هتشتغل فيه كل القدم وطيرة وصلى وحنديبول وسباحة وكل الكلام ده من خارج النادي والأعضاء في نفس الوقت اللي هم سكنين في مصر الجديدة فأقدر أدخل ستة كتوبر في ستة كتوبة فهيبقى الناس اللي حوالين النادي هتجي تنازل ولادها يشتركوا في الأكاديميات بتاعت نادي الزمالك أو هيلعبوا في الطائرة والسلة والهندبول والحاجات والسباحة وكلام ده كله يبقى أنا حفظت أن أنا الأرض عبل ما بتدي أغير الرسومات علشان النهاردة الرسومات القديمة كانت بتدي عن حاجات في الوقت اللي هو من 20 سنة تعني زي ما فيت استثمار يبقى أنت النهاردة عشان تعمل كده هتشوف المنطقة ما ندرسها كويس تجريس الموقع الجغرافي تشوف الموقع ده محتاج إيه بالزبط محتاج إيه بالزبط عشان تقدر ما ترمش أي تكلفة على الفوض يعني أنت فاهم يعني ما تروحش وتعمل مثلا يبقى عندك خمسة ستة مول مثلا جنب بعض وعايش تعمل مول بسط النادي اللي يبقى لازم تعمل الفندق اللي هتعمله الشكل بتاعه ويخدم لإيه ما هو لازم يخدم يبقى فيه خدمات إذا كنت هتعمل الفندق عشان للعيبة والقامة وكلام من ده يبقى أنت لازم تعمل الفندق لمتطلبات معينة يبقى ليزم جم ولازم مطعم وجم وحمام سباحة يعني ده بالنسبة لي ويبقى برضو خمس نجوم أو أربع نجوم عشان توفر توفر فيه توفر بالزبط فيبقى حتى اللي جاي من أي مكان محافظة أو جاي من بره عايز ينزل في نادي الزمالك ويبقى جاي وداخل ويدخل يعمل زيارات داخل النادي يبقى مثلا واحد مصري سعودي لبناني أي كان من أي جنسي بيجي بحاب نادي الزمالك هيجي يقع في الفندق ويستخدم من الفندق النادي والحاجات دي كلها مازال الحديث مستمر مع كابتن الكبير كابتن جم طب قبل ما اختم معك أنا سيبك دي الكاميرا بتحتك وعد كده هاختم معك طبعا أنا بشكر الجماعة العمومية على ثقاتها في الفترة الفترة أننا يعني الحمد لله يعني شايف أنهم معظمهم يعني حابين أننا أبقى موجوب معاهم يعني الحمد لله مش فاضر غير أننا يوم الجمعة نتقابل ونشوف إذا كان الصالح أننا موجود أو غير موجود زميلي أو غير زميلي اختاروا الشخص اللي هو يكون ابن النادي اللي هو مننا يعني أنا عايز أقول اللي شبهنا في النادي الزمالك اللي شبهنا احنا ناس بسطة جدا ومحتاجين أننا نساعد بأفكارنا عندنا أفكار قويسة جدا 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 نقدر نقدمها لكم نقدر الحاجات دي كلها نجيبها بشكل الدعم لأن ما فيش حد هيصف على النادي الزمالك من جيبه النادي الزمالك هيصف من إمكانياته الإسم الكبير ده هو اللي هيتولد منه الإمكانيات وإن شاء الله بإذن الله هنكون عند حص نظنوكم بإذن الله بالتوفيق شكرا لكم جدا شكرا لك كابتن الشام وتماناك التوفيق إن شاء الله ويوم الجمعة نسبة خبر كويس يوم الجمعة مسانيكا محمد إن شاء الله إن شاء الله بعض الفاصل معالي المستشار هشام كاسب المرشح على دوية نادي الزمالك في حوار مهم جدا الليلة المنتدى هو تروحوا في إيمكان رجعكم تاني بعد الفاصل في الجزء التاني وتغطية للمرشحين لمجلس إدارة نادي الزمالك معانا في هذه الفقرة معالي المشار هشام كاسب نائب رئيس هيئة قضايا دولة معالي المشار أهلا بك أهلا بساعتك فاند تحياتي ومنور المتدد ربنا نخليك مساء الخيرة على حضرتك ومساء الخيرة على الشعب المصر الجميل ومساء خاص لنادي الزمالك العريق وجباهير نادي الزمالك العريقة ومحبيه كلهم يعني الدوافع إيه أهم الدوافع اللي جاءت لحضرتك للترشح على هذه المقاعدة رجبنا حضرتك بين الفاصل أتيلي قدمت متأخر شوية هو الدافع حضرتك حب الشديد وتعلقي بنادي الزمالك كجزء لا يتجزأ مني فنادي الزمالك هو بالنسبة لجماهيره هو الوطن وده بالنسبة لي هو حب الأول والأخير وعشقي هو حضرتك الحب اللي بيسري فيه شرياني أنا متعصب جدا لنادي الزمالك وبحبه ومتربي جوه النادي حضرتك قدت سنين واسنين جوه أروقت هذا النادي العظيم فعشقي وحبي هو الدافع لترشح لهذا النادي نفسي أخدمه بصراحة إيه الأماكن أو إيه الأفكار اللي ممكن حضرتك تطرحها لخدمة نادي الزمالك وإن شاء الله حل يعني ربنا كرمك بمقعد مجلس الإدارة إنك على أول جالسة مفاوضات بالنسبة للنادي كنادي اجتماعي أولا نفسي أعمل لائحة للعاملين في النادي والموظفين لأنه مفيش لائحة تحدد ولا تأمينات بالنسبة للعمال الموجودين في النادي ساعتك الغلابة دور نعي فنفسي أول حاجة أعملها إن أنا أعمل لائحة للعاملين بحقوقهم وأغطيهم تأمينيا بالنسبة للنادي الاجتماعي محدش يقدر ينكر حضرتك إن النادي وعلى فكرة ودي تواجهات للقياة السياسية في المزالة التأمين الصحي لمصر إن شاء الله قريبا إن شاء الله هل تعلم ساعتك إن الحاجة لوقتي نادي الزامالك مفيش لائحة بالنسبة للعاملين والموظفين الموجودين وإن في حوالي ألف أو ألف ومائتين عامل ما لهمش تأمينات ساعتك فأمنية حياتي إن أنا أخدم الناس دي وأول حاجة على ترابيزة مجلس الإدارة هو عمل لائحة اللي هولاء الموظفين علشان يحبوا النادي هم ناس عندهم حب وانتماع هم دول أساس وهم دول بيخدموا النادي نمرة أثنين حضرتك يعني لا أحد ينكر إن النادي زمالك إذا تابعنا مثلا من قبل 20 سنة تم فيه إنشاءات ومباني كتير جدا وما نقدرش أنا بنس بالفضل لأصحابه طبعا يعني أنا أعرف إن النادي الزمالك كان مبنى صغير بحمام صغير لكن تفرج النهاردة عندنا مباني ضخمة جدا بس أنا نفسي أعيد هيكلة النادي اجتماعية من جوا بصراحة يعني بمعنى بمعنى يبقى فيه نسق حضاري كده في زرع تطويري الأساس أعمل كده حاجة فخمة جدا كده للأعضاء طليق بعضاء نادي الزمالك نمرة أثنين أنا نفسي أعمل وده على حساب الشخصي يعني سواء نجحت أو لم أنجح هعمل جمعية استهلاكية داخل النادي للعاملين وأنا اللي همقولها شخصية معايا بحس أن الناس دي أقف مع حدك على الجزئية دي دي جزئية بيغفلها الكثير من المرشحين لمجالس الإدارات أو للعامل العام أو أنه الراجل لو ما كانش له نصيب في المكان بيبعد تماما لكن شاف أن ده توجه محترم أنا حضرتك حتى لو قدر لي أن أنا مش هنجح ساعدتك أنا هقدم طلب لمجلس الإدارة الجديد وهعمل جمعية استهلاكية للعاملين لنادي الزمالك والغير القادرين هعملها جوة نادي الزمالك حضركي خصصوني مكان وأنا همول هذه الجمعية من جيب الشخص إن شاء الله نمرة أثنين أنا نفسي أنا عاده في نادي الزمالك ساعدتك أنا بخش بكرنيه لنادي الزمالك في أربع خمس بنوك جوة ساعدتك فروع بخش بضمان الكرنيه ده باخد فيزا بخمسين ألف جنيه أو مئة ألف جنيه بضمان الكرنيه أنا نفسي أعمل ده جوة نادي الزمالك بضمان الصفة الخطرية ولا بضمان الكرنيه ساعدتك كرنيه كرنيه ساعدتك النمرة أثنين أنا نفسي حضرتك أعمل مجموعة من المطاعم طليق بالنادي في سبيل أن أنا هجيب مثلا أسامي مشهورة حضرتك هجيها حتى لو المحلات دي بالإيجار في سبيل أن الأكل نفسه أو الحاجات اللي بتنزل تقمو ده عمل للعضاء اللي عادين جوة ساعدتك وده ده حاجة مهمة بدل ما يجيبهم وأكلهم معهم عيب جدا نادي كبير زي النادي بتاعنا ده ما بقوش في صيدلية جوة الخدمة الأعضاء يعني أنا نفسي في فرق 6 أكتور مركز صحي طبعا طبعا نفسي حرك في نادي 6 أكتور إن شاء الله أعمل واحدة مثلا للترخيص السيارات تبقى خاصة بأعضاء نادي الزمالك شهر عقاري أو شهر عقاري خدمات الحكومية وأنا باعتبار الرجل دولة ورجل مؤسسات ورجل خدمت 32 سنة ومستشار وزير قوال عملة كمان في المطبخ أنا حضرك انتظمت في مجلس شعب عشر سنين وفي وزارة الإسكان وفي أماكن كثيرة جدا فأنا نفسي أخدم النادي ده عن طريق العلاقات وعن طريق حب الناس لنادي الزمالك حضرتك نفسي ساعدتك بس أنا أصلح حتة كان كابتن هشاميا كان قالها صدر خاصة بنادي الزمالك ودي بالنادي 6 أكتوبر لأن الناس كلها دلوقتي حضرتك بما فيهم القائمة الموحدة فيلم كل ما يتكلم يقولك 6 أكتوبر 6 أكتوبر 6 أكتوبر والأرض هتسحب من 6 أكتوبر أنا أحب أوضح حاجة مهمة جدا وده الحق لازم يقال حضرتك أن أرض 6 أكتوبر لن يتم سحبها زي ما هو بيقول لأن أرض 6 أكتوبر حضرتك مدفوع تامانها بالكامل ومسدد تامانها في 21 رخصة للمباني جوا ساعتك جاهزة في شركة محترمة شركة مصرية تبع أحد الجهات وهي شركة محترمة جدا مكتوب معها عقد بل تم دفع فلوس لها عشان تبدأ في الشغل وهتبدأ على طول وإن شاء الله نادي 6 أكتوبر إذا قد لي 18 شهر هيكون جاهز موضوع التمويل اللي هو بيقول كابتن هشام هنعمل العربيات تحت الكوبري والكلام ده ده كلام لا يليق بنادي الزمالك أولا ثانيا أنا هقول لي معليك حاجة لأن أنا عدو برضو في نادي الصيد نادي الصيد اللي في 6 أكتوبر ده أنشئ إزاي ساعتك أنت لو حسبت النهاردة حضرتك أفتحت 10 تلاف عدوية بس بالنسبة نادي الزمالك نادي 6 أكتوبر اللي جنبه العدوية النهاردة حضرتك بـ 240 ألف جنيه فأنا حاكل 10 تلاف عدوية هقول حضرتك في 300 ألف جنيه معي بـ 3 مليار جنيه معي أضف إلى ذلك أننا ممكن حضرتك قدام كده أخذ مول عن طريق إيجار المول ده أو المقدمات اللي هتدفع سواء إيجار أو تملك هابني النادي كل ساعة لا يمكن أن يعمل مول بأيتي بأيتي لا بأيتي أنا لي هجب شركة حضرتك هديها انتفاعة تأخذ النادي 20 و 10 سنين أنا أقول لحضرتك 10 تلاف عدوية بـ 3 مليار حضرتك ده على أساس هو قيمة نادي الزمالك النهاردة العدوية يعني عدوة نادي الأهلي كم ساعتك النهاردة عدوة الأهلي الجديد إن شاء الله بكل المواقع تقدخل على المليون جنيه طيب الأهلي مليون جنيه الزمالك هيقل مثلا هنقول 500 ألف ساعتك يبقى 10 تلاف بـ 5 مليار وما دول مش هيبنوا نادي ساعتك هيبنوه فحطة الترويج بقى هنجيب منين ونعمل منين ولازم رجاء الأعمال عشان يبنوا هذا الكلام عاري من الصحة تماما ساعتك وأنا بشوف أن مشكلة نادي الزمالك ليست مشكلة مادية بل هي مشكلة استقرار ومشكلة فعلا أن اللي بيرد تحبه للزمالك يكون بيحب الزمالك لو كلمة على استقرار أنت مع القائمة الموحدة أو الوجود الفردي أنا مش عاوز حد يزعل مني أنا ضد هذا التعبير وأنا رفض تماما أنا رفض تماما حضرك أن 12 رجل أعمال يلموا بعض ويحرموا 42 أو 52 مرشح قد يكون اللي بره أفضل منهم كلهم حضرتك أنه يكون متوجد في مجلس إدارة وبعدين ساعتك أنا لي رأي في موضوع رجال الأعمال نادي الزمالك نادي رياضي اجتماعي وليس نادي اقتصادي بمعنى هو اسمه نادي الفني والهندس مش نادي اقتصادي احنا مش جاهدين ندير مؤسسات لا والدستور كفل لكل مواطن ممارسة رياضة من خلال أندي الحاجة الثانية اللي أنا عاوز أقولها 8 من الـ 12 اللي في القائمة الموحدة ما هم كانوا عضاء لجنة مؤقتة حضرتك ما حلوش المشاكل ليه ما تبرعوش ليه ولما فتحهم باب التبرع اللي تلموا كلهم 12 مليون جنيه جبينهم على الشاشة كل الحب والاحترام ليهم جميعا وشخصيات محترمة ورجال أعمال محترمين لكن أنا بشوف أن رجل الأعمال له دوره البارس في خدمة الاقتصاد الوطني أكيد إنما الأندية مع احترام لحضرتك يعني لا وإذا تكلمنا بمنتهى الصراحة أنا برأ أن المال مفسدة وأنا رأيي الشخصة حضرتك أن من أسباب الثورة في 2011 هو تدخل المال في السياسة أو مع السياسة حضرتك شوفنا انتخابات مجل الشعب السابقة للثورة مباشرة هي من أسباب الثورة في مصر حضرتك أنا شايف أن الناس دي ناس محترمة إذا كانوا بيقولوا هنتبرع ودخل الأموال وفي البرنامج الانتخابي مجاهزين الفلوس هو هل الجلوس على الكرسي عضو مجلس الإدارة شرط مرتبط مرتبط بكده أسمى آيات الحب ساعدتك أن الحب من غير الغاية المجرد الحب المجرد ما تتبرعه من غير ما تبقى أعضاء مجلس إدارة وليه هذا التصارع والبنارات الجمددية أنا مش عارف ما عملش بسطر واحد حضرتك لكن نجح وأصبح أيقونة للنادي الأهل معايا فأنا بشوف أن موضوع الإصراف في الدعاية ده أنا عاوز أعرف إيه الهدف بتاعه ساعدتك إحنا أولادي النادي بنمر على الترابيزات وعارفين بعض وأولادي النادي هم أول بيه معايا رؤية حراك للأزمة المالية اللي بمر بها قطعات الرياضة في نادي الزمالك مش خرد القدم بس لا 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 أنا بشوف النادي الزمالك النادي غني بموارده والدليل على ذلك ساعدتك زي ما قلت لحضرتك أن نادي الزمالك بيمتلك حوالي 147 مليون جنيه دول موجودين في بنك مصر في حساب البنك النادي الزمالك واللي حاجز عليهم من ساعدتك أحد رجال الأعمال إضافة لمصلحة الضرائب طبعا ساعدتك حلو لا أحد أعمال السابقين حضرتك اللي كانوا يترقصوا النادي وأنا ليه تعقيد بسيط جدا وأنا مع المستهد بس للأسف يعني مش هينفع أن أنا أقدمها يعني أحد الرجال الأعمال المرشحين في هذه القائمة المحترمة لا السويدة بتاع وقت حضرتك الشار هشام كاسب نائب رئيس هيئة قضاء الدولة مرشح العدوية فوق السن رئيس القسم القضاء بوزارة القوى العاملة ومثل الدولة ككاتب عنها في حماية أموالها كنائب عنها في حماية أموالها مؤمن الشعب في الداخل والخارب أن تدب للعمل كمستشار بلجنة القوى العاملة أو لجنة الشعياء بمجل الشعب من عام 2001 حتى 2010 أن تدبت العمل كمستشار قضائي لوزير القوى العاملة أن تدبت كمستشار لوزير الإسكان ساعدتك وكذلك كمشرف الشؤون القانونية بجهز القرار يعني في السفير المحترم ده اللي حركة يعني أعرضته ده إيه اللي ممكن تضيف لنا ده أضيف حضرك أنا بقول أن رجال المؤسسات ورجال الخدمة العامة حضرك أنا رجل أعرف يعني إيه دولة وأعرف يعني إيه مؤسسة ولنا علاقات محترمة وأعرف إزاي أتكلم مع وزير وإزاي أتكلم مع مؤسسة وإزاي أخاطب مؤسسة وأعرف حقوقي وأعرف حقوقي وأنت كنت في المطبخ تشريع بتاع البلد أي فهم نمرة اتنين أنا بشوف مثلا أن العامل القضائي أهم يعني يعني القائمة الموحدة ما فيهاش رجل قانون أو رجل قضاء وأنا بشوف أن أهم أهم واحد ممكن يقعد على الترابيز من الاثنشر هو رجل قضاء أقول لي ساعدتك لي يعني حالك كل ما يتعلق بموارد النادي زي مالك مثلا من محلات وإيجارات مش فيه عود ساعدتك ما عليك مثلا أنا هتكلم النهاردة على حكم زي حكم كهرباء مين اللي هيقول أليات تنفيذ هذا الحكم طيب لو حركت موجود في المجلس واتعرض عليه قصة محمود كهرباء من إيتوزد تامي فيها بكل أمان هدفع عن حقوق النادي وهاخدر لتنين ونصف مليون تقبل تأسيط الغرامة حاليا في زل الظروف الاقتصادية اللي بيمر بقى العالم كله مش نادي زي مالك بس أنا عاوز أقول لي معليك حاجة الحكم عندما يصدر أو أسباب الحكم الحكم عنوان الحقيقة آه وهو الحكم حضرتك بيقول إلزام كذا بيدفع مبلغ كذا ما فيهوش تأسيط لكن يعني اللي هيتخذ مجلس الإدارة من قرار تبقى لظروف النادي أو كلام من ده أنا هوافع عليه حضرتك وتبقى لل يعني أنا ما أقدرش أجزم بقى أقول لحضرك أننا لازم أخذ الفلوس لأننا برضو خلي بالحياة كنا زي مالكوي بس النادي الأهلي نادي محترم وأنا بكن له كل حبه واحترام بمنتهى الأمان يعني واللي يزعل يزعل يعني هو نادي مؤسسي نادي محترم على قمته من فوق رجل محترم وراجل رياضي نفسنا يعني زي ما الأهل كده في قمم قاعدة فوق زي صالح سليم وزي محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن حسن حمدي نفسنا بقى الرموز ترجع يرجع فروجه نشوف حسن شحاته في النادي أنا نفسي أشوف حسن شحاته كده مسؤول عن كل المدارس الكرة نفسي نادي الزمالك ده حضرتك اقتبارات النادي ما تبقاش جوه النادي أنا نفسي أنتقل لأسوات حضرتك أتجول ونكتشف المواهب ونستثمر في المواهب زي كشافين بتوع زمان أنت عارف حالك مثلا لاعب عالمي عيقونة الكرة العالمية محمد صلاح حضرتك يعني ممكن نقول أن الظروف المالية لو ما هو ما عندهش إصرار وعنده قدرة على المصابرة محمد صلاح ما كانش جاي ينام قدام مؤولي العرب قدام باب مؤولي العرب ويني من الريج للمؤولي العرب محمد صلاح اللي رفض أحد الرجال الأعمال أنه هو يدخلوا مكتبه ساعتك النهاردة وده من حسنا حظه طبعا طبعا ده أحسن قرار التقل أحسن قرار التقل ما أنا بقول لحالك يعني طيب خلينا بس يدخل في صلب القصة نفسها فضل فضل وصف حالك أحد رجال القانون الكبار كيف ترى لجوء بعض المرشحين للطعون في الانتخابات كل أمان ده شيء طبيعي جدا حضرتك في قاعدة كده من حق كل واحد أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي في التقادي طبعا للدستور والقانون ولكن أنا بتمنى أن هذا الطريق ما يكونش طريق يعني سبيل أو وسيلة لأعاقة العرس الانتخابي حضرتك فأنا بشوف أن ده حق لكل واحد يعني هو حضرتك شفت مسلا أن أحد المرشحين خلينا برضو نوضح يا معالم استشار يوم الحد يوم الاثنين تقريبا يوم الحد بكرة ساعتك سوفصل في كافة الطعون ويوم الثلاث تقريبا بيقول يوم الثلاث هتبقى القرار النهائي هو مفروض محجوز للحكم ساعتك بكرة حضرتك معظم القضايا كلها محجوز بكرة في الطعون طب بعد الطعون لو أنا مثلا أنت تعانت علي وأنا هنوزر أمام المحكمة الإدارية العلية بس لازم يفصل فيه طبعا قبل ثلاث أو أربعة ساعتك لأن الانتخابات عشرين أطوبر فحضرتك لازم قبل الفصل السريع الفصل السريع ساعتك وده دور مجلس الدولة العظيم يعني في أنه بيصعف العدالة في هذا الوقت إن شاء الله بأمر الله يعني ونتمنى أن كل المرشحين اللي هما بيحبوا نادي الزمالك واللي هما ألبهم على نادي الزمالك يعني ما يلتجوهش إلى طريق التقادي كطريق لأعاقة العملية الانتخابية كورت القدم اللي هو بيسموه إساية استعمال حق التقادي ساعتك كورت القدم هي عنوان نادي الزمالك رأي حرك في إدارة ملف نادي الزمالك في ذل الحلقة المتعسرة اللي بيمر بنادي الزمالك كورة القدم هي أكسير الحياة وهي اللعبة الأولى في العالم ساعتك ونتفرج النهاردة على كسر العالم كان في قطر كل العالم بينظر إلى قطر ساعتك أنا بشوف طبعا وده مهم جدا إننا لابد من إنشاء شركة مساهمة للكورة وده تبقى للتحاد الأفريقي إننا لازم حضرتك دي منهم نشروط شروط رخصة الأندية المشاركة في الكونفدرالية ودورة الحلقة وإحنا بيتأجل لنا كل سنة حضرتك بس أنا الأوان إنشاء شركة مساهمة للكورة بينا منز بقى عنده فيوتشار يبقى له سنتين بقى عنده الأهلي عنده هو الصلاعات والتناحة حضرتك على الكرسي هو اللي أضر بمصلحة النادي لكن نادي الزمالك سيعود وسيعود لمنصات التتويق في كافة الألعاب وسيكون له الريادة والسيادة إن شاء الله زي الأهلي كده وهو أحد أقطاب القرى المصرية هو الأهلي وده أحد لا أحد ينكره يعني على الطلاق حراك فهنيا يعني من خلال وجهة نظرك شايف إيه اللي ينقص نادي الزمالك ينقص نادي الزمالك إن الأفضل يتحط في مكان مساعدتك اختيار الأفضل بمعنى لابد من وجود استقرار يعني هو من عوامل نجاح النادي الأهلي نادي الأهلي النهاردة ما شاء الله بيمتلك أربح فروع يعني أنا رحت فرع التجمع الخامس وتفرج على العظمة في الفرع خش جوا حضرك شوف الأساس شوف المباني شوف هو ده ناتج عن الاستقرار حضرتك وده كلها تنفيذ شركات وطنية كبيرة محترفة طبعا ساعدتك وبعدين الحب الحب يعني أنت بتشوف أما بتشوف مجموعة تكون بتحب النادي قوي ومخلصة ليه قوي ليست شعرات حضرتك ما هو أنا هاجي النهاردة أقول لك أنا متبرع مش عارف بكم مليار ومتفين أنا نفسي أعرف الناس اللي هي جاية هتضخ فلوس ما تضخوا الفلوس ما ضخطوش للفلوس يعني أنتوا بتحبوا النادي وبتدعبكم للنادي لماذا معرفش أنت حالك بتتكلم على هيكالة إدارية اللي بتبقى يعني بالعدد الكبير أنا لديها تجربة أنا كنت موجود في منصب إداري كبير في فيوتشر لمدة سنتين فيوتشر كان موجود فيها تقريباً اللي بيدير الملف في كله تقريباً سبعة سبعة ووصل فيها فيوتشر يفوز بكسر ربطة ووصل فيها فيوتشر أن يبقى رابع فرابع زاهب السنتين ووصل فيها فيوتشر أن يبقى موجود في الكونفدوري الأفريقية سنتين ورابع إن شاء الله يا فندم وهنلعب كاس العالم الأندية زي الأهل كده إن شاء الله أنا نفسي مجلس الإدارة ده حاجة واللي جان بقى لجان الكرة محدش يتدخل في شغلها نهتم بالألعاب كافة زي ما بنده اهتمامنا لكرة القدم إحنا أبطال أفريقيا وعنده في المطلق كبيرة جدا إحنا عندنا إحنا أبطال أفريقيا في كرة اليد والسلة معايا كل الألعاب في نادي الزمالك لابد أن يكون دعمها متساوة معه الكرة القدم نمرة كنين مستحقات الموظفين دي خط أحمر لا يجوز المساس به مستحقات اللعامين دي خط أحمر عشان يبقى عندهم الدافع للعطاء وأنا شايف إن شاء الله بأمر الله إن النادي الزمالك إن شاء الله سيعود لمنصات التتويق قريبا وده بحب لأنه متأدل مجموعة بمنتهى الأمانة المرشحين كلهم ناس محترمين جدا أنا بتمنى من الجمعية العمومية اختيار الأفضل لأنكم من ستحددون مستقبل هذا النادي العظيم أنتم من ستختارون من تضعون مفاتيح نادي الزمالك بين هديها فأحسنوا الاختيار يعني حضرتك أصلا ما ينفعش كده أنا بقول لحضرتك تاني وبكرر مع احترامي لكل القايمة الموحدة هم ناس محترمين وناس ناجحين في مجال عملهم لكن أنا ما ينفعش أجيب 12 واحد أفرضهم على الناس تابقوا الناس الباقية دي معي فأتمنى من الجمعية العمومية اختيار الأفضل أن السفهات بتاع الناس تتقري معي يعني أنا حضرك كنت عدو مجلس إدارة في نادي مستشار الدولة ومديرا تنفيذيا لهذا النادي العريق معي قعدت أربع سنين فأنا نفسي أخدم نادي الزمالك لأن أنا بحبه يعني إحنا أنت ما تعرفش وروح نادي الزمالك حضرتك هتشوفها فين بقى فيه ماتش صولار الأخير ده يعني أنا رغم أننا احنا تهزمنا هناك ورغم أن الشوط الأول انتهى حرط صولار أنا في الشوط الثاني ساعتك كنت متيقن أن فيه أربعة وخمس تجوان هيجوا ومع أول جونجة أنا قلت كل خمس دقائق هنجيب جونج لأن أنا عارف روح الفانينة البيضة وعارف أن الإصرار وعارف حمور جمهور عظيم كمان والجمهور ده ساعتك عانى وقاسة كتير جدا لكن إن شاء الله بأمر الله هيفرحه قريب ولو قدر لنا أنا حضرتك عاشق لهذا النادي وهيخدمه بروحه بدمي إن شاء الله إن شاء الله ما تدخل النادي وبتمر كده مع الأعضاء أعطر بذات أو في الممرات أو في الأماكن المختلفة في نادي زمالك أهم الطلبات من أعضاء الجامعية العمومية اللي بتكلموا حرك عليك كمرشح شوف حركة زي ما بقول ساعتك كده النادي لازم يعاد هيكلته تم بناء أبنية جميلة جوه النادي مبنى تركة الشيخ ومباني كثيرة لكن أنا بشوف بقى أنا طموحاتي أنا ساكن في مدينتي حضرتك فبخش نادي مدينتي نفس ألاقي الأرضية رخام نفس ألاقي طرابيزات على مستوى علي جدا أساس علي جدا نفسي أعيد هيكلة كده ويبقى فيه شكل حضاري يبقى أنا قاعد في النادي كده حضرتك لما أعزم صديقي ويجي على الجنبي يتفرج ويشوف نفسي بقى فيه نسق حضاري حضرتك ألاقي خضرة جميلة نفسي أخرج من الاربعة وعشرين في الدم بتوع المهندسين بقى ساعتك وأبني في اكتوبر وأبني في التجمع الموضوع من الصعب ساعتك حتة البناء والكلام ده كله أنا أقدر أشتري الأرض وأبني فرق في التجمع حضرتك ما هقولك بعشرين ألف عضوية ما هو فيه عاشقين ومحبيين لنادي الزمالك في التجمع الخامس وفي 6 أكتوبر بل فأسوان ساعتك يعني نفسي نجيب زي شيكبالك كده توعد بقى الناس الجميلة دي العظيمة دي إذا قدر لي أن أنا هبقى عده مجلس إدارة سوف أكون خادما لكم وسأقدم ما أملك من إمكانيات لخدمة هذا النادي العريق الجمهور ده يستحق الكثير ساعتك وعانى كثيرا بسبب الإشكاليات والمشاكل والصراعات التي لا طائلة منها إلا دمر هذا النادي وإن شاء الله النادي هيرجع وإن شاء الله هنرجع لمنصات التتويج وهنبقى أفطال أفريقيا وهنتساوم على الأهلي لأنه لا يليق أبدا أن النهاردة عقود عقد الرعاة مثلا بالنسبة لنادي الأهلي مثلا يبقى ستة أضعاف النادي الزمالك هل تعلم حضرتك أن عقد الرعاة بالنسبة لنادي الزمالك طبك رجل القنون لو أنت حضرتك معك الملف ده تعمل فيه حضرتك مش هقل أبدا عن نادي الأهلي إذا كان نادي الأهلي بيأخذ مليون أنا أخذ مليون حضرتك ومليون وخمسين كمان ربما نادي الأهلي أكثر منك في البطولات في الفترة أخيرة لا لا يا فندم نادي الزمالك نادي عريق وهو أحد أقطاب القرى المزرعة لا مش المزرعة بس الأفريقية والشرق أوسطين شوف يا فندم نادي المعالك معلومة أنتوا فعلا أبطال أفريقيا زي ما بتقول لكن أنت النهاردة أما تيجي تقول أشهر نادي عرب أو أشهر نادي أفريق لا عربيا فعلا وأفريقيا نادي الزمالك وحضرك تعلم هذا الكلام إنه نمر واحد وأنا ما بقللش من نادي الأهلي نادي الأهلي أحنا خدمت كل الألوان عندنا واحد وأنا من أكبر الدعمين لنادي الزمالك في الوقت الحالي من ساعة استقالة المجلس وحتى الآن ممكن قلت في البرنامج ده مرات عديدة أن الدكتور عمد البناني واللجنة دي حالهم حملة كبير جدا وعملوا ووصلوا فيه وإن شاء الله يوم الجمعة يكون هناك مجلس منتخب يدير نادي الزمالك ويعود لاستخدار مرة أخرى نادي الزمالك شوفي فاندب أنا ألتهب لكده اللجنة الموقعة وعملات البنان تولوا المسئولية في وقت عصيب جدا وأنا بقدم لهم الشكر من خلال برنامج سعادة لكن هناك أصوات معارضة كثيرة جدا الحاجة الثانية أنا لو قدر لي أن أعيد مجلس إدارة سأقترع على السادة باقي الزملاء وأعضاء مجلس إدارة أننا نزور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي لأننا شايف أن التنافس يبقى في الكورة لكن المنافسات والمشحنات دي التي لا طائلة منها معايا أعتقد أنه أنا الأواني أنها تنتهي تماما إحنا قطبي القرى المصرية من ساعة ما بقى في مصر العربية والأفريقية هو العربية والأفريقية فيه أهلي وفيه الزمالك نفسنا بقى ساعتك كده أنا تنافس تنافس شريف نفسنا نروح كاس العلم للعندية إن شاء الله كده زي الأهلي وإن شاء الله قريبا سيتعود لنا السيادة والريادة إن شاء الله لو قدر لنا النجاح ما قدرش برضو هناخد من نادي من برا وأنا زي معايا ساعتك كده أنا أفكار دي يعني أنا من ضمن أفكار الجمعية السهلكية بس دي من ضمن الأفكار الحركة حتى لو مش موجود في المجلس والله دي اللي أنا هتبرع بها لأن أنا شايف مستوى العاملين هناك والظروف الاقتصادية اللي بدون مر بها ساعتك فأنا نفسي أخذ بالناس الغلابة دي أنا ما ليش دعوه بقى يعني اللاعبين زي ما أنا قلت ساعتك رواتب اللاعبين دي خط أحمر أول حاجة مفروض يأخذوها رواتب العاملين على فكرة التجربة دي ما ناكحة جدا في دولة الكويت أنا بزور الكويت كتير أه طبعا ساعتك ناكحة جدا هي لجمعات السهلكية اللي معمولة في كل منطقة كل منطقة مساهمين وكل منطقة لهم أرباح من خلال الجمعية دي من الأرباح بتاعتك كل سنة ولها مجلس دراء منتخب كل سنة ولها يعني عامل مهم جدا تخشى أكنك بتضاهي أكبر يا فندم هم عمالين كل ما تكلم واحد فيهم يقول لك مرسى متروح وهناعمل في مرسى متروح هو إيه المشكلة أن أنا أعضاء نادي الزمالك ألا يلق بهم أنهم يروحوا شرم الشيخ ويسفروا بره وعملهم رحادات مخفضة ودعمها إيه المشكلة سعادتك لا نستحق الكثير ونستحق نسافر أوروبا ونستحق أعداد نادي الزمالك الشكل العام يتغير ساعاتك بدل مرسى متروح لا هنروح شرم الشيخ وروح الغرداء وهنجيب عروض وأعتقد أن اسم نادي الزمالك أنا ما أخش على فندو في شرم الشيخ طبعا أو في الغرداء حضرتك أكيد احتراما لهذا الاسم العريق وهذا نادي العريق هاخد تخفيضات وأقدرها دعم الكلام ده إحنا ليه مختصرين كل ما نتكلم مرسى متروح ونادي 6 أكتوبر لا يا فندم أنا أقدر أنشق في التجمع وأقدر أنشق نادي في أسوال ونبدأ نتحرك ونستثمر في الناس يعني اللاعبين نهاردة هو محمد صلاح قيمة تسوقية كم ساعتك النهاردة طب حراك شايف من الأولويات هي الجستيك اللي انت حراك كلمت عنه اللي هو الفرع أكتوبر والفنادق ومرسى متروح وبعض الأمور اللي انت شايفة دي ولا البراند والنيم الكبير اللي هو فريق القرى في نادي الزمالك الأول اللي حاصل للبطولات واللي ملمع اسم الزمالك كبير قوي يا فندم ما فيش تناقض ما بيني أن أنا أشتغل في المنشآت وأطور نادي الزمالك وأونشق فروع جديدة يعني ودي ديجلة النهاردة عنده 8 فروع حضرتك هل هو ودي ديجلة موفر الفلوس عشان يفتتها الفرع ما هو حضرتك كل النظام الاقتصادي النهاردة أنا بلم عدويات يعني أنا حسبت الحياة النهاردة 10 تلاف عدوية في 6 أكتوبر هيعمل له 4 مليار على 400 ألف جنيه معي هو ده ما هيبنيش النادي هيبن نادي سعادتك في التجمع حضرتك هقد رفت ع 20 ألف عدوية هاخد منهم هيعملوا 8 مليار أربعة هشتري بهم الأرض سعادتك وهو أربعة بني بهم المبنى ما هو النادي الأهلي مثلا أما جايبني بفرع زي التجمع بالتأكيد ما كانش في الخزانة المبلغ ده لكن هو فتح عدويات حضرتك فأنا بقول دايما يعني عشان ما يروجوش ويعود يقولولك النادي مديون ومشكلة النادي مشكلة اقتصادية مشكلة نادي الزمالك ليست مشكلة اقتصادية النادي غني بموارده وغني بأبناءه وغني بفرقه وإن شاء الله بعمر الله لو قد اللينا هتعرف حضرتك إن شاء الله أنا على نفسي كده إن شاء الله لو قد اللي أنا أول حاجة هعملها إن أنا هتطالب بإنشاء فرع جديد في التجمع والخيب الساعتك ونفتح وليه ما نفتحش فرع في أسوان كده عشان نجيب لعيبة محترمين زي شكبالة ونعمل اختبارات هناك ساعتك يعني أنا شاف في حماس وحب كبير لا ما حدود لنادي الزمالك إيه الصفقات اللي من وجه في حضرتك اللي لو أنت في صاحب قرار تجيبها لنادي الزمالك يا فندم أنا بشوف بالصفقات الكبيرة بتعمل رأو كبير أنا شوف حدك يعني هما بيتكلموا دلوقتي مثلا هنبيع زيزو ما هنبيعش زيزو ويعود كنت معه لا أنا مش شوف إذا كان النادي محتاج زيزو فالنادي أولى بابنه لكن أنا النهاردة مثلا حضرتك لو زيزو ده مثلا جالوا عرض احتراف مثلا أنا أنا مع فكرة الاحتراف في أوروبا وكلام من ده لأنه ده بينعش الكرة المصرية عموما يعني بدليل نهاردة ساعتك أنا كنت في ألمانيا بعمل عملية وبعدين بعمل علاق طبيعي فما قالوا ليش بقى لأهرامات ولا قالوا لي قالوا لي مو صلاح معايا فشوف تخيل أنت تأثير نجم زي ده مثلا حضرتك في الترويج للسياحة العربية محمد صلاح النهاردة ما بينزل يقدى أجسط في الجونة مثلا وتنزل مثلا عنده على صفحته اتفرج السياحة بتعمل كمان عندنا ناشئين وعندنا قطاع ناشئين وأنا نفسي هنجيب بقى الرموز الكبيرة كده أحمد عب حليم هنجيب حسن شحات هنجيب الناس دي معايا ساعتك وتتولى الملف مجلس إدارة لا يتدخل في ملف الكرة تماما يبقى فيه ناس مسؤولة عنه كده ساعتك مخلصين بيحبوا النادي ما ينفعش واحد زي حسن شحات ده رجل يعني هقول من رموز واحد من أهم المدربين في تاريخ الكورت القادة المصرية والفائد وطلع بطولات في أفريقيا ساعتك وكيان بالحجم ده وأنه النادي ما يستفيدش بيه الناس اللي موجودة إسماعيل يوسف أسماء وأسماء وعبد الحليم والناس دي كلها الناس دي ما تيجي النادي يستفيد بيها بعينهم ويجيبوا ألعيبة ويتحركوا في المحافظات ونكتشف مواهب وننمي هذه المواهب وتسافر بره وتتمرن بره إيه المشكلة ساعتك شاهدين على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعب كرة اللي هو كابتن فروق جعفر ولا نقول رجل أعمال ولعب أخرى كرة تيد دور كابتن حسين لبيب شوف أنا لدي رأيي دايما إذا كان من حق نادي الأهلي أنه يبقى عنده قامة زي كابتن محمود الخطيب فإحنا من حقنا يكون على رأس النادي بتاعنا قمة كفاروق جعفر معي أو حسن شحاتها فأنا بشوف أن نادي الزمالك هو نادي كرة ده في المقام الأول ساعتك فالأولى بنادي الزمالك أولاده يعني كابتن حسين لبيب رجل محترم وراجل شيك وراجل عظيم وراجل له تاريخ معي بس أعتقد أن إحنا من حقنا زي بكينبور كده ما كان رئيس مجلس قدرة نادي والخطيب موجود أن إحنا يبقى لنا قيمة كده زي فاروق جعفر وفاروق جعفر زي ما حسنك عارف هو من قيمة من نادي الزمالك يعني فنفسنا إن شاء الله بأمر الله يتولى وتاني نداء للجماعية العمومية أحسنوا الاختيار وأحسنوا من تولوه عليكم وأحسنوا من تسلمونه مفاتيح نادي الزمالك على أن تكون الاختيار موضوعي حضرتك ونتمنى إن شاء الله سواء مجلس إدارة جامل نيناء أو القايمة الموحدة إحنا كلنا في خدمة نادي الزمالك طيب حركة أبو تحدي توجه رسولة أيضا لأعضاء الجماعية العمومية إن شاء الله يوم جمعة الدين وديك العمر أنا بقول طالب منهم مين أطالب منهم أن يكون الاختيار للأرض كشكل كشكل لا بلاش حتة الأيمة ساعتك دي خالص لا مش لا ما أتكلمش على الأيمة كشكل أعضاء سلاسة في الدخول التزام بالصفوف التزام بالكشوف كده يثبت جماهير نادي الزمالك وعضاء الجماعية العمومية أنهم نسال للانضباط أنا سيب حركة دي منك للكامرا شاكر فضلك أولا وشاكر فضلك على استضافتي إن شاء الله ستثبتون أنكم جمهور راقي وستكون الجماعية العمومية ستخرج بشكل لائق لأن عضاء نادي الزمالك وعضاء الجماعية العمومية هم خيرة الناس الموجودين وناس محترمة كلهم ونادي الزمالك بيحتوي على رموز ونادي الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية فأتمنى منكم إن شاء الله أن يكون الاختيال للأصلح وبلاش موضوع القيمة ده اختاروا الشخص المحترم يعني حتى لو فيه عشر من القيمة الشخص المناسب في المكان المناسب ونحن وأنا بقول أن نادي الزمالك أولى به أولاده أنا مش عاوز بقى ناس بكرافتات وبرفانات وبتاع أنا عاوز الناس اللي هي بتلف على الترابيزات حضرتك وتعرف مشاكل النادي وتنزل للناس تحت وهي الناس العاشقة للنادي الزمالك مش الناس اللي عاوز كرسي النادي الزمالك إحنا مضحيين بوقتنا ونضحي بكل حاجة في سبيل حبنا لهذا النادي العريق وأنا تمنى أن يرجع ويعود إلى منصات التدويج والسيادة والريادة النادي الزمالك إن شاء الله بأمين الله معك شر كل توفيق شرطيني ونورتيني ويعني أنا سعيد بمقرح راكم أنا شاكر فضلك على إتحتك الفرصة لي إن أنا أعرض برنامجي وأعرض وجهة نظري ودائما قناة المحور بتضم الرواد ودائما أنتم العظماء في مجال الإعلام وشاكر فضلك جدا معك شرطيني ونورتيني وكل التوفيق وكل التوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة ويعود نادي الزمالك مرة أخرى جمال مع المشار إلى منصات التتويج ويعود الاستقرار مرة أخرى إلى أحد أهم أقطاب الكرة الأفرأسيوية في الوطن العربي كمان هو نادي الزمالك العريق لكذا يكونوا وسلم الختام حلقة في اليوم من أرمتادة الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة